نحب دائما أن نحن نصل الطبوع على التعليم في الكويت وعلى الأبحاث وعلى كل الجوائز التي يحصلون عليها شباب وبنات الكويت وخصوصا جامعة الكويت عندهم إنجازات جدا كثيرة واليوم بالتحديد راح نتكلم عن كلية الطب وإنجاز جديد من خلال طالبة قدمت بحثين عن مرض الأمأس وقدرت فعلا بأن تدهش الكثير من الدكاترة وخصوصا بأن هذا المرض يعتبر حاليا منتشر بشكل كبير جدا نشوف هذا التغرير وأرجع بعدها مع ضيفتي الكريمة كلية الطب بجامعة الكويت أخرجت الكثير من الأطباء على مستوى العالم الكثير والعديد من الشخصيات التي قدمت بحوثا تخدم البشرية ملاك بدر المعجل طالبة طب في السنة الثالثة تمكنت من التفوق في دراستها واستطاعت أن تلفت الأنظار من خلال بحثين قدمتهما عن مرض الأمأس وهو التصلب اللويحي الذي لم يتوصل العلماء لسببه العلمي ومع صغر سنها إلا أن شغفها وحبها للعلم والإبداع جاوزها كل عائق بسمكم أرحب بطالبة ملاك بدر المعجل طالبة طب بشري جامعة الكويت ومساة شاء الله بالخير ومساك بنورة يا هلا طبعا في الأول الأخيرة صرت حديث المجتمع العلمي الطبي بالبحثين اللي كتبتيهم عن الأمأس وطبعا يشرفني هذا الشيء وهذا الدعم الكبير هذا يعني لدي قوة حتى بإمكاني هذا المجتمع بالعكس هذا الشيء يجب علي أكيد وحنا دائما نفتخر بكل شباب وبنات الكويت خصوصا لما يكون عندهم إنجاز علمي كبير أو صغير لكن يظل بأنهم ابحثوا وفعلا بساعة كان مقابلتي مع الدكاتر الأفاضل قاعدت تكلم عن جودة التعليم ودعم الدولة للتعليم فأنتي تعتبرين إنجاز للكلام اللي كنا قاعد نذكره كلميني شون صارت قصة الأمأس طبعا الشيء يعود من يوم ما دخلت الطب كنت حابة أني أدخل ومو بس أستثمر دراسي ولا معلوماتي بس كونها امتحان وأخلص حبيت أني أستثمر معلوماتي بهالشيء وقدر أطبقها وإني أوسعها أكثر أني أحاول أبني على معلوماتي أكثر حتى أتعلم تكنيكس أتعلم نيو ماتود فهذا الشيء يعطيني لحس أني أحس نوع اللي مو بس طب دراسة دراسة وكتب ومتحانات لا يعطيني شيء من النوع المساهمة بس طب أنت تصير دكتورة وإلى الآن تدرس يعني أنتم عمل لكم في دراسة وأبحاث على طول فأتي لقيت وقت فراغ يعني يا ملاك هذا شيء صعب يعني الصحيح أنها مسيرة طويلة من التعب من الدراسة من الأرق لكن إذا أنت تحب الشيء راح تطلع لوقت يعني هذا الشيء مو عذر يكون لك وشيء قلنا نعرف الأمأس اللي هو مرض الصفائح اللويحي مرض تصلب اللويحي تصعف عن تصلب اللويحي يعطينا شيء اختصار عنه شنو هو هو مرض بالجهاز المناعي بحيث أنه يهاجم جهاز العصبي وهذا الشيء منتشر تقريبا من فعل عمريا من 20 إلى 40 سنة ويصيب الأكثرية بالنساء أكثر من الرجال المرض كل ماله ويزيد كل ماله ويزيد حصوصا بالكويت لأن ماله شفاء لكن يوجد علاج هنا نحن مفهوظ أن نفرق هذه شلون هذه لا يوجد شفاء لكنه لاك علاج إنسان أحين لو أعطيك أي مرض نعم الله كافينا الشر لا لا كافي شر وإن شاء الله مثال نعم أحين لو أقول لك مرض السكري هل لا شفاء؟ لا لا علاج نعم جديد أستعلكم ديكاتر لا موتي قزي بس أي مال في الجهاز المناعي حتى الغدة الدرقية يعني إن كان حبوطها ونشاطها نفسه هل لا شفاء لكن لهم علاج علاجات يأخذونها أي والعلاج كل ما للطب يتطور وكل ما العلاجات تزيد فعاليتها وتزيد نحن بنفصل فيه أكثر لكن خشوف تغرير يشرح أكثر عن هذا الأمر نشوف مع بعض التصلب اللويحي MS هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنهاك إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإطلاف الغشاء المحيط بالأعصاب الحاميلها هذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبا على عملية الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم وفي نهاية المطاف قد تصاب الأعصاب نفسها بالضرر وهو ضرر غير قابل للإصلاح أعراض التصلب اللويحي مختلفة ومتنوعة بحسب الأعصاب المصابة وشدة الإصابة في الحالات الصعبة يفقد مرض التصلب اللويحي MS القدرة على المشي أو التكلم أحيانا ومن الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى لأن الأعراض غالبا تظهر ثم تختفي وقد تختفي لعدة أشهر استمرين معكم مع الطالبة ملاك بدر المعجل طب شري جامعة الكويت واللي أنجزت بحثين متخصص في الأمس اللي هو التصلب اللويحي زين ليش نقيتي هذا الموضوع هل أنت ناوية تتخصصين في هذا الموضوع هل إن شاء الله ممكن يطلع على إيدة الشفاء إن شاء الله يا رب أتمنى اللي فاتب انتباهي لمرض أمس نفس ما قلت لك الشي قاعد ينتشر بشكل كبير وحبتني أستغل أهتمامي وحبي بمجال البحوث شي ممكن أن يفيد بهالمجال وشنو اللي أضفتي له قصدك شنو البحثين يتكلمون عنه طبعا أول بحث يتكلم عن عوامل بروتينية تتنبأ العلاج الإيجابي في مرض الأمس والبحث الثاني اكتشف عوامل وراثية عوامل وراثية تتنبأ بهمة في العلاج وهل ممكن بأن مثل عوامل وراثية اللي حين تدريع الملجينات وهذا ممكن بأن نسحب منه هذا المرض هل ممكن؟ مو أنك تسحب منه هالمرض لكن ممكن أنك المشكلة ما قاعد تصير العلاج ناجح في عاملين العامل الأول هو الأهم في الأمس وهو توعية المجتمع أكثر عن مرض الأمس الكثير ممكن يجهل شنوه الأمس شنوه المرضى تصلب للويحي فأنك تنشر التوعية هذا شيء وايد مهم أنك تصيد المراحل مبكرة بالمرض أنك تأجل بالحالات بأول مراحل بحيث أنك توقف المرض عند مكانه العامل الثاني أنك تختار الدواء الصح وتختار الدواء الصح وتزام به من ناحية المريض تلاقي مرضى يستمرون على الدواء في الفترات الطويلة وما يفيدهم يتعود جسمهم عليه ليس فقط يستمر عليه ولكن لا يوجد فعالية وهذا الشيء ليس خطر ولكن يصل إلى مراحل نحن نغنى عنها أعرض جانبية ليس فقط أعرض جانبية لأنه مرض يهاجم الجهاز العصبي وإذا هاجمت الجهاز العصبي أنك يتقلل من الضرر وهذا صعب فأنت يتقلل من الضرر فممكن أنك تسوي فممكن أن يسبب خلال آخر يزيد من سرعة تطور المرض وهذا شيء لا نعرف فممكن أنك تأخذ تأخذ منهم يتأخذ منهم أشياء تسوي تحاليل بسيطة ممكن أنك تعرف منها من خلال هذه العوامل الجينية إذا سيستجيب المريض لهذه الدواء هل ممكن يتم يتم كشفه من الجنين إذا كان هناك بطن أمه أو هذا صعب إذا أخذنا مسحة منه أنت هناك تضع مرض وراثي وهو ليس مرض وراثي ليس بحثين وراثي لا تكتشف عامل وراثي يعني العامل الجيني إذا كنت أريد أن تكون أكثر هو عامل جيني بالجين ممكن أنك تكتشف أن بطن الأم ممكن كجنين ليس كجنين هل أنت تعطي بحث ثالثة يعني مثلا إذا ما هي العوامل الدش بالأمس عوامل جينية عوامل عوامل فيزيولوجية عوامل فيروسية وعوامل بيئية بلاك إذا فصلت أكثر يعني المصابة بالمرض الأمس هذا ومنتشر مثل ما ذكرتي هل ممكن بأنه يعني يمارس حياته العادية هل ممكن أن يتزوج هل ممكن أو خلاص كأنها تعتبر نهاية له من خلال التلاعش طبعا أو بحثك في مفهوم خاطئ ناس دائما تربط الأمس بالشلل والإعاقة هذا شيء جدا مصحيح الحمد لله هذا شيء كان موجود بالتسعينات قبل ما يكتم اكتشاف العلاج للأمس والحمد لله كل ما له والطبط يتطور كل ما له علاجات تكثر وتوقف الأمس عند مكانه وما يتطور فهل علاجات تمنع أو أنك تخفف من سرعة المرض والأعراض التي تكون موجودة هم أن تخفف من حدتها ومن سرعتها فهل شيء طبيعي بالعكس يكون عندنا وعي أكثر وتفهم للمرضى أكثر والمحيط للمرضى اللي هم فيه وهل يعتبر أمس يصنف من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا لا لا أبدا هو حالة مرضى السكري المرضى النوع مرضى الجهاز المناعي الجهاز المناعي وأعراض هل نرى بعض الأفلام ومستسارات تتناول هذا الموضوع وهو يعتبر تصلب أن يتشنج أو أعراضها من الأول أعراضها ترى تنميل تنميل ترى تنميل في الإيد بعدين يتسارع أو يتقدم ترى بعدين يكون من الجهة وحدة من الجسم تنميل قريب إلى الشلل مو قريب إلى الشلل لا يحس أول شيء بتنميل شيء عارض جدا عام هل تقول لي كيف أفرقها عن التنميل العادي اللي ما أنام أو اللي ما أحط ريل فوقري اللي ممكن هم أن تنم من ريلي الأعراض الأمس تستمر 24 ساعة إذا كان في خلل صج في الجهاز العصبي عصبي يستمر أكثر من 24 ساعة إذا استمر أكثر من 24 ساعة تقول أن هناك مشكلة هنا بس أنت نمت على إيدك العصب تضرر أو كده الوسواسة الحين هذا المشكلة الأول ما يحوش يمكن تنمية أو ما يشوف بالإنترنت أول عرض أول مرة يطلع للأمس ويخترع ويربط بأشياء أكبر من حجمه الزم الثقافة والوعي اللي أنت أيضا قدمت في بحوثك والبحثين اللي قدمت هم لقى أكيد تقدير هيئة التدريس والجامعة الحمد لله شفتي ترحيب بالعكس الحمد لله وقدمناه في مؤتمر بدبي وقاموا يأخذون المعلومات ويأبون أنهم يطبقونها في مجتمعاتهم وكان هناك البروفيسور أمريكي أجاد في هذا الموضوع وكان شيء بالعكس فخر لي أكيد وحاليا أنت الآن سنة ثالثة وعندك باشر امتحان أمتحان والله امتحان لأسبوع اليهاي دعواتكم لي للدفعتي موفقة إن شاء الله بعدين الوالدة هنا موجودة فأكيد أعطتك الدعم الكبير في كل شيء طبعا لها أم يعتبرها تاج راسي أكيد ويعني لو لاها فضل الله أنا لم أصلت لها المرحلة فكل الشكر لها وعلى دعمها الله يخلي إليك إن شاء الله يا رب وأنت مثال نفتخر فيه جدا شابة كويتية قدمت شيء جميل إن شاء الله لدولة الكويت أكيد والمستقبل إن شاء الله هل أنت الحناوية تتخصصين في هذا المجال مرض الأمس مرض الأول أمور الأعصاب أو لما حددت بالعكس من هذا البحث يعني أعطاني باور أن أكمل بهالمجال أحب أن أتعمق بهالمجال وما أخي بظن الناس اللي حطوا فيهم وظنوني إن شاء الله أطلع أكثر وأكثر بالعكس والله إن شاء الله ممكن تمشين فيه وقلت لك يعني أنت قلت فيه شفاء لكن شنو فيه علاج بس ما فيه شفاء وممكن إن شاء الله يعني كل شيء يريد الله عز وجل يعني لكل دواء وممكن إنه يوجد هذا العلاج نتمنى لأن الطب ما يوقف أمية بالمية الطب ما يوقف كل يوم تكتشف شيء جديد كل يوم وكل ما لو يتطورنا نفس ما قلت لك بالتسعينات ما كان فيه علاج وليح يمرصلنا الحمد لله نعم وكلمتك الأخيرة وطموحك نعم أشكركم طبعا على الدعم والصدافة الجميلة وأحب أقول لأي شخص لو كنت صغير في السن لو أنك دخلت مجال صعب أو دخلت أي إن كان لا تحطها شيء عائق نعم 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 أي أحد أن يستصغر حجم أحلامك إن شاء الله وكل إن شاء الله بالتأكيد إن شاء الله وإن شاء الله كل حلامك تكون واقع يا رب وأنت قلت لك عيدة مرة ثانية مثال نفتخر فيك أشابة كويتية حققت إنجاز جميل ونقابلك إن شاء الله مستقبلاً سنوات القادمة يكون في إنجاز وبحث جديد أتمنى تسلمين شكراً بسمكم أشكر الطالبة ملاك بدر المعجل طالبة الطب بشري جامعة الكويت ترجمة نانسي قنقر